يعني زي ما شرحنا ان احنا السنة اللي فاتت في سنة مالية زدنا مخصصات البطاية التموين بشكل ضخم جداً طلعنا من 21 جنيه الى 50 جنيه ده بيستدعي ان احنا تقريباً المخصصات او دعم السلعة التموينية بيزيد من العام المالي الماضي من حوالي 45 او 46 مليار ممكن ناصل بيه السنة دي الى في حدود 83 مليار جنيه دي هادة كبيرة جداً ده كان طبعاً يعني نوع من انواع التعامل مع حجم الزيادات الكبيرة في الاسعار اللي تمت فبالتالي بنحاول نوصل للناس اكبر دخل ممكن واكبر دعم ممكن فيه مثل هذه الامور فاللي احنا متوقعين والسنة دي ان احنا دعم السلعة التموينية يكون عند 83 مليار جنيه ما بين دعم بطاقة التموينية وما بين دعم الخبز زي ما حيك عارف انه الفرد دي خمس ارغيفة في اليوم وسعر الرغيف خمس قروش فما بين السلعة التموينية وما بين الخبز الاتنين البندين بيتصرف عليهم في حدود 83 مليار جنيه فاي اسرة وطبعاً اللي عملناه ان احنا قلنا الاسرة الراجل وزوجته واو الولدين بيحصلوا على خمسين جنيه من الابن التالت بيحصل على خمسة وعشرين جنيه بحيث ان احنا برضو ما يبقاش فكرة الدعم لو حد عنده عدد ضخم يعني فكرة ان انت بتدعم فيه صورة اسرة بحجم مقبول فده طبعاً رقم ضخم جداً اشتركوا في القناة